الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر أمس زيارة إلى ولاية جندوبة اطلع خلالها على وضعية الموارد المائية بالجهة وخلال لقاء جمعه ببعض المسؤولين وعدد من المواطنين بسد بوهرتما والبربرة واستماعه إلى مشاغلهم بخصوص اضطراب التزود بالمياه في الجهة أكد رئيس الدولة أنه من غير الطبيعي أن يشتكي مواطنون من العطش في الوقت الذي تحيط بهم السدود متهما أطرافا بالوقوف وراء ذلك وتعهد رئيس الدولة بتدخل لمعالجة الموضوع والتسريع في إصلاح العطب المتعلق بسد البربرة منذ سنوات وإعادة ربطه بالمنظومات المائية بالجهة